السوق المغربية تتأثر بإجراءات تسقيف أسعار الغاز في بلدان الاتحاد الأوروبي في سياق استمرار الحرب الروسية الأوكرانية عمل الاتحاد الأوروبي على خفض سقف أسعار الغاز في أحدث خطة للحد من الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب وتلجأ أوروبا من خلال مخرجات اجتماع وزراء الطاقة في كروكسيل لخفض سقف سعر الغاز إلى 188 أورو ميباوات ساعة وناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين سقفا لسعر الغاز يقل بمقدار الثلث تقريبا عن الاقتراح الأصلي في الوقت الذي تحاول فيه كسر الجمود لاحتواء تأثير أزمة طاقة تاريخية واقترحت الحكومة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خفض السقف إلى 188 أورو لكل ميباوات ساعة مقارنة بـ 205 أورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضية وحث قادة الدول الأسبوع الماضية وزراءهم على الموافقة على هذا التوجه لوضع اللمسات الأخيرة على إجراء ناقشته الدول منذ شهور وعقدت اجتماعين طارئين بشأنه وطالبت ما يقرب من 12 دولة بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليوناني بصقف أقل من 200 أورو ميغاوات ساعة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز الذي أدى إلى تضخم فواتير الطاقة للمواطنين وأدى إلى ارتفاع مستوى التضخم هذا العام وما بعد أن أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا لكن ألمانيا وهولندا والنمسا من بين أولئك الذين يخشون أن يؤدي الحد الأقصى إلى تعطيل أسواق الطاقة في أوروبا وتحويل شحنات الغاز التي تشتد الحاجة إليها بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وزادت إسبانيا بشكل كبير من إمدادات الغاز إلى المغرب من خلال خط الأنابيب الذي يربط شبه الجزيرة الأيبيرية والمملكة عبر طريفة قادش محمد جدري الخبير في الاقتصاد الطاقي قال أن وزراء الطاقة الأوروبيين أيدوا الموافقة على مسودة الاتفاق الجديد والتي تنص على تخفض سعر شراء الغاز إلى 188 أورو للمغوات في الساعة عوض مئتان وخمسة وسبع أورو التي كان معملا بها سابقا وأوضح الخبير في الاقتصاد الطاقي في تصريح لجريدة هسبريسا للكترونية أن هذا القرار تؤيده الدول التي لا تتوفر على سيولة مالية مهمة وميزانيتها فأنهكت جراء التضخم العالمي على رأسها إسبانية عكس ألمانية التي تدافع عن سعر مرتفع لأنها تعتبر أن الأمر يتعلق بأزمة يمكنها أن تؤدي إلى الندرة وهذا ما تخشه وسجل المحلل الاقتصادي أن هذا القرار من شأنه أن يبقي أسعار الغاز في مستويات مقبولة الأمر الذي يجعل ميزانية المغرب في أريحية حيث إن قانون المالية يتوقع سعر الغاز في 800 دولار للطني واسترسل المتحدث ذاته في تصريحه مداخل مواجهة مخلفات التضخم على المستوى الوطني يمكن تلخيصها في أمرين اثنين أولا الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 2.5% من أجل خفض القروض الممنوحة للخواص وللمقاولة ثانيا يحب على الحكومة تفعيل آليات المراقبة لأن هناك تضخما محليا ناتجا عن ممارسات لا أخلاقية من طرف بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ترجمة نانسي قنقر